ليس من المستغرب أن يسفر عقدان من الفساد المالي والإهمال وسوء التخطيط عن دخول العراق مرحلة العجز المائي وهي المرحلة التي تكون فيها صرفيات المياه أكثر من إيراداتها وفقا لإعلان خبراء في الموارد المائية يعزز هذا التأكيد معترفت به وزارة الموارد المائية الحالية بأن السنة الحالية واحدة من أقسى سنوات الجفاف وأصعبها على العراق الوزارة حذرت من خطورة نقص مخزون المياه في البلاد إلى 12% فقط ما يهدد بموسم جفاف رابع من نوعه من حيث المساحة في مقابل تلك الحقائق لا تمتلك الوزارة باعترافها أي حل لمواجهة الجفاف سوى اعتمادها على الخزين المتاح في سدود الموصل وحديثة ودرب اندخان وبحيرة حمرين أما بالنسبة لأسباب تفاقم الجفاف للسنة الحالية فيقول مستشارون في الوزارة أن النقص في كميات الأمطار منذ عام 2020 وحتى الآن والواردات الشحيحة القادمة من دول المنبع تعد من أبرز أسباب العجز عن تأمين المياه لكافة المستهلكين وسط تحذيرات من خطورة الوضع بالنسبة للخطة الزراعية الشتوية في حال استمرار عدم هطول الأمطار ما يعني تقليص المساحة الزراعية الإجمالية مرة أخرى ظروف مأساوية أجبرت آلاف العائلات على الهجرة من مناطقهم لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي وغيرها وسبق أن هددت حكومة الكاظم أكثر من مرة بتدويل ملف المياه في العراق للفصل في مسألة تقاسم المياه مع دول الجوار إلا أنها لم تتحرك فعليا لتدويل الملف حتى الآن رغم خطورة الموضوع ورغم تحذيرات المنظمات البيئية من أن نهري دجلة والفرات معرضان للجفاف التام بحلول عام 2040 في حال استمر الوضع على حاله دون تحرك حكومي حاسم إلا أن الأحزاب الحاكمة في العراق منغمسة بالصراع فيما بينها على تقاسم المناصب وتغانم الأموال اشتركوا في القناة